أن ننفذ ونقول أكثر من الكلمات يجب أن يعلم الشعب الفلسطيني أن تطلعاته الشرعية قد سمعت وأن المجتمع الدولي يهتم بمعاناة علينا واجب مشترك أن نمنع أي تدهور إضافي وتآكل للقانون الدولي يجب أن نترجم هذه الكلمات والالتزامات إلى أفعال أصحاب السعادة السادة الزملاء في سبتمبر عندما كنا نحتفل بالعيد الخامس والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة أعادت الدول الأعضاء التزامها بمبادئ وغايات ميثاق الأمم المتحدة وأعادنا الالتزام مرة أخرى باحترام السلم والأمن الدوليين ولكن فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين يبدو أننا نفشل فشلا واضحا وفشلنا يقود مصداقية المنظومة متعددة الأطراف والأمم المتحدة في الدورة التاريخية الخامسة والسبعين للجمعية العامة أنادي الطرفين وأنادي المجتمع الدولي بقطع خطوات حقيقية لكسر هذه الدائرة الجهنمية من العنف وإنهاء الاحتلال وحماية حقوق الإنسان وأعمال مبادئ القانون الدولي وروح الميثاق الأمم المتحدة وشكرا أعطي الكلمة الآن لأمين عام الأمم المتحدة سعادة السيد أنطونيو جوترش سيد رئيس الجمعية العامة أصحاب السعادة المندبون المقارون الأيام العشر الماضية شاهدت تسعيدا كبيرا في العنف المميت والفتاك في الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيما غزة وفي إسرائيل وصدمت بسبب استمرار القصف وضربات الجوية من قبل قوات الدفاع الإسرائيلي على غزة حتى 19 من مايو حصلت أرواح على أقل 208 من الفلسطينيين بما في ذلك 60 طفلا وجرحت الألف استمرار أطلاق الصواريق عشوائيا من قبل حماس والجماعة المستلوحة الأخرى نظل أماكن المدنية في إسرائيل والتي تسببت في مقتل 12 شخصا منهم أطفال أمر غير مقبول هو الآخر وأنا أتحاطف مع الضحايا ومع ذويهم يجب أن تتوقف الحرب فورا وأناشد كل الأطراف لوقف الأعمال العدائية الآن وأكرر دعوتي للطرفين لوقف إطلاق نار فوري لقد تسببت الأعمال العدائية ضرار كبيرة لبنى التحديات في غزة بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء وأسهمت في حالة طارئة على الصادر الإنساني إن المعابر إلى غزة أغلقات وهناك أوجه نقص في إمدادات المياه ومئات الآلاف من البيوت قد دمرت أو أصبحت غير قابلة للسكان وقد ضررت المستشفىات والتي كانت تعاني من نقص في الإمدادات والتي تفقمت حالته أصلا بسبب جائحة كورونا إن الاقتتال ترك الآلاف من الفلسطين المشردين وأكثر من خمسين ألف شخص تشردوا ولاجئوا إلى مدارس الأنرى دون مساعدات إنسانية أو حتى خدمات إصحاح أو غيرها وارتعت أيضا بسبب مقتل تسعة أفراد من أسرة واحدة في مقيم للاجئين إن كان هناك جحيم على الأرض فهو حياة الأطفال في غزة اليوم دمار مكاتب الوسائل العالمية أيضا أمر يدعو للأسف على الصحفين يجب أن يمارسوا أعمالهم بحرية دون الخوف من الهجوم والاعتداء يجب أن يحموا وتحترم حقوقهم وارتعت أصلا بسبب تضرر مرافق الأمم المتحدة في غزة يجب أن تحمى حتى أثناء النزاع المسلح كما أن المرافق الإنسانية يجب أن تحمى وتحترم إنه كاتل الأمم المتحدة والشركاء لا يزالون يقدمون المساعدات لشعب غزة هو الأنرة تقدم مياه الشرب وقدمات الإصحاح والكهرباء لهؤلاء الذين يعيشون في المدارس ومعنى برنامج الغذاء العالمي قدم قسائم غذائية ومالية للسكان وهناك نداء لتقديم تمويل في أقرب فرصة من أجل تغطية الاحتياجات ونحن الآن سنقصص مبلغا من المالي من صندوق الطوارئ المركزي للأراضي الفلسطينية المحتلة هو حفظ الأطراف على تنفيذ الوعود التي قطعوها الوصول للسرع الغذائية أمر نهام الهجمات من قبل الجماعة المسلحة في المناطق حول المعابر أمر غير مقبول كما أن إسرائيل يجب أن تيسر وصول المساعدات الإنسانية في ذلك الغذاء والخدمات والإمدادات الغذائية إلى غزة أصحاب السعادة والآن الصواريخ التي تطلقها الجماعات المسلحة من غزة وصلت إلى مطار بنغورين وأودت بحياة المدنيين وتسببت في إصابات وكذلك أعقدت أو تضرات منها الممتلكات أصحاب السعادة السيدات والسادة أن الحرب لها قواعدها الأخرى يجب أن يحيى المدنيون والهجمات العشوية ضد المدنيين والممتلكات المدنية هي انتهاكات لقانون الحرب إذن هذه الخسائر كبيرة في حق المدنيين وليس هناك مبرر بما في ذلك مكافحة الإرهاب حتى يتمسك بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحثوا السلطات الإسرائيلية على التقايد بالقانون حتى قانون النساء المسلحة بما في ذلك استخدام القوة بشكل غير عشوائي وبالمثل حثوا حماس والجماعات المسلحة الأخرى أن توقف إطلاق السواريخ والقذائف على المناطق المدنية والمراكز المدنية في إسرائيل وهذا انتهاك للقانون الإنساني الدولي المناطق المكتظة بالسكان لا يجب أن تستخدم كأغراض عسكرية ولكن في المقام الأول ما يتعين وأكرر ذلك أو أكرر ندائي ما يجب أن حقوقه هو وقف إطلاق نار فوري السيد الرئيس أصحاب السعادة أقلقوا أيضا بسبب استمرار المصادمات العنيفة بين القوات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية حيث يتعرض الفلسطينيون للإخلاء من منازلهم وهذه التطورات استمرت حتى في المناطق في الأماكن المقدسة وحثو إسرائيل على وقف هدم المنازل وعمليات الإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية لأن ذلك يعني خرق التزامات موجب القانون الإنساني الدولي كل الأنشطة الإنسانية وعمليات الإخلاء والهدم غير قانونية موجب القانون الدولي والقدس هي مدينة مقدسة للأديانية الثلاثة ويجب أن تحترم قدساتها وإسرائيل العنف والخطاب المجلج للمشارع أضاف بعدا جديدا لهذه الأزمة وهذا العنف انخفض قليلا في الأسبوع الماضي ولا أشهد برجال الدين اليهود والعرب والمجتمع المجتمع المدني لإسهاماتهم الإيجابية في تحقيق السلام هذا النزاع يسبب بيئة خصبة لتستغل من قبل المتطرفين ويجب أن نوقف كلفة هذه الحالة الطريقة وهذا الوضع الخطير الذي يسبب عدم الاستقرار من الضرورية أيضا أن نوقف أن نحقق تهدئة لمنع أزمة حول المعابر وأزمة إنسانية مسؤولة الأمم المتحدة بما في ذلك منصقي الخاص لسلامي الشق الأوسط وأنا شخصيا نقوم بجهود ديبلوماسية مكثفة في المنطقة بما في ذلك مع مصر والأردن وقطر والشركاء الأساسيين في المجتمع الدولي لنشجع كل الأطراف على وقف العنف كما أننا ننخرط بواجه المباشر مع أطراف النزاع في ذلك حماس في جهد مننا لوقف العمل العدائية وأشيد هنا باستمرار الجهود من قبل الدول الأعضاء التي تهدف إلى تشجيع كل الأطراف إلى ضبط النفس وتخفيف التوترات ومنع مزيد من الخسار بين المدنيين والوصول إلى وقف العمل العدائية وأدعو كل أعضاء المجتمع الدولي ليقوم بما في وسعهم من أجل تمكين أطراف نزاع من العودة مرة أخرى من هذه الحافة وأدعو الأطراف أيضا للسماح بجهود الوساطة حتى تتكثف من أجل وقف هذا الاقتتال هذه الأحداث المروعة لم تكن بمعزن عن غيرها يجب أن ينظر إليها في إزاء عقود من الاحتلال العسكري والانسداد السياسي والمظالم والإخفاقي في معالج الأسباب الجذرية لأن نزاع نعرف أن العنف يأتي بالعنف والموت والقتل والدمار في الأيام الماضية سيبعد خيار السلام أكثر فأكثر وعملية السلام المنشطة هو السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم من المهم أن نبقي هذه الرؤية طويلة الأجل قيد الحياة ويجب أن يكون هناك أمل في المستقبل حيث الفلسطينيون والإسرائيليون يعيشون جمع لا جمع في أمن والسلام ويجب أن نعمل معا من أجل استناف المفاوضات التي ستعالج وضع القدس والمسائل الوضع النهائي الأخرى وتنهي الاحتلال وتسمح بتحقيق حل الدولتين على أساس خطوط عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة والقانوية الدولية والاتفاقات المشتركة والقدس عاصمة للدولة الإسرائيل وفلسطين والأمم المتحدة مرتزمة تماما بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع الشركاء الدوليين والإقليميين في ذلك اللجنة الربعية الشق الأوسط لتحقيق سلام دائم وعادل ومن خلال تجديد التزامنا ومضاعفة جهودنا من أجل حل المفتفاوض عليه يمكن أن ننهي هذا العنف وهذه الكراهية إلى الأبد شكرا جزيلا أشكر الأمين العام على بياني وأعطي الكلمة الآن لسيد رياض الملكي وزير الراشيون الخارجية لدولة فلسطين المراقبة معالي رئيس الجامعية العامة معالي الأمين العام معالي الوزراء السيدات والسادة تحمل جلسة اليوم والتي قمتم بعقدها مشكورين بطلب من المجموعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز وبمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية وممثلين عن دول العالم أجمع رسالة واضحة تقول أوقفوا المجزرة سيد الرئيس تستهدف إسرائيل المدججة بالسلاح العائلات في منامها لترهب شعبنا ولا تدعي أنها أخطأت أو تعتذر بل تؤكد أن من حقها ارتكاب هذه الجرائم وقتل الأبرياء وتحمل الضحية المسؤولية حتى هذه اللحظة قتلت إسرائيل 230 فلسطيني منهم 65 طفل وأربعين سيدة وخمسة عشر مسن دمرت أكثر من ألف وخمسمائة شقة سكنية وخمسين مدرسة والأعداد في إزدياد مع استمرار هذا العدوان كما هجرت إسرائيل مائة ألف فلسطيني في خضم الجائحة في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولنداء الأمين العام القاضي بوقف النزاعات خلال الجائحة ولمن يقول أن الإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها عن أي حق يتحدثون وهي قوة الاستعمار والاحتلال لأرضنا وهي من يطهد شعبا بأكمله تسألكم إسرائيل ماذا كنتم ستفعلون إن سقطت الصواريخ على مدنكم وتتناسى أن احتلالها هو أساس العنف ومصدره وأنا أسألكم ماذا كنتم ستفعلون إذا احتلت أرضكم وشرد شعبكم وحوصر وقتل واعتقل واتهد كيف يتم الاعتراف لقوة الاحتلال بحقها في الدفاع عن نفسها ويحرم الشعب تحت الاحتلال من هذا الحق كيف يتسابق البعض لإصدار بيانات الإدانة إذا قتل إسرائيلي واحد ويبقى صامتا على إبادة عائلات فلسطينية بأكملها سيد الرئيس يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى نكبته في ظل المزيد من القمع والتنكيل كما مر خلال ما يزيد عن سبعين عاما بالكثير من الكوارث والنكبات وضحى وعانى وتشرد وصبر وناضل واستشهد واعتقل دفاعا عن تاريخه ووطنه ومقدساته ولكن ذلك لم يثني شعبنا عن النضال ولم يتخلى في مسيرته يوما عن ثوابته وأهدافه الوطنية كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ولكن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تعيد تكرار المشهد ذاته في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتسعى مرة أخرى بتهجير العائلات الفلسطينية قصرا بهدف محو الوجود الفلسطيني العربي في المدينة وهذا العدوان تشترك فيه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال ومحاكمه والمستوطنين والمتطرفين جميعا فلم تتدخر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال جهدا على مدار العقود الماضية لتمسي الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية المسيحية لمدينة القدس وتهجير أبنائها وتطويقها بالمستوطنات ولتقسيم الحرم الشريف زمنيا ومكانيا واستمرت في حربها على الوجود الفلسطيني المتأصل في المدينة المقدسة بيتا بيتا وصعدت من هذه السياسات الممنهجة خلال الأعوام الماضية وأتى قرارها باقتحام أحد أقدس الأماكن الحرم القدسي الشريف في أقدس الأشهر شهر رمضان الفضيل وأقدس الليالي ليلة القدر المباركة تسيدا لهذه المحاولات التي باءت وستبؤوا بالفشل ولكن ردت القدس ببلاغتها المعتادة على من قال أنه وحد القدس باحتلاله وعلى من قال أن بإمكانه صنع السلام في الشرق الأوسط دون شعبنا وعلى حسابه ردت على من وعد المحتل بإهدائه القدسة وقالت أن القدس ليست للبيع وردت على من أراد تقسيم أقصانا أن للأقصى وللقيامة وللقدس حراسها ومرابطيها الذين لا يأبهون بوعد من لا يملك لمن لا يستحق وهنا نجدد تأكيدنا الواضح على أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف والدور الهام للمملكة الأردنية الهاشمية وللوصايا الهاشمية على الأماكن المقدسة في المدينة سيد الرئيس لقد قبلنا بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي حكما لحل قضيتنا والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقا للتوصل إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة وصولا لمعاهدة سلام تنهي الاحتلال والصراع إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أسلو وحتى تاريخه ولم تكتفي بذلك بل إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بحل الدولتين وواصلت سياسة الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة من أجل تقويدها وأصدرت القوانين العنصرية وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها إن القانون الدولي هو حجر الأساس للمنظومة الدولية ولا يحتمل الإزدواجية والتحريف وإن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون يحثها على الاستمرار في التصرف كدولة خارجة عن القانون فلقد آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على أرضنا ومقدساتنا ووجودنا ومستقبلنا آن الأوان لاتخاذ ذابير عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى أن يتمكن من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فإننا نحثكم على التمسك بالتزاماتكم بموجب القانون الدولي بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تخلقه أو تخلقه سياسات وإجراءات إسرائيل في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وندعوكم إلى عدم تقديم الدعم والمساعدة التي من شأنها ترسيخ والحفاظ على هذا الوضع وإلى التمييز بين إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة وإلى ضمان المسائلة وعلى كل دولة في العالم واجب الانتصار للحرية والعدل والسلام واجبها في أن تسائل إسرائيل لا أن تسلحها وإن تساهم في توفير الحماية للضحايا لا الحصانة لمجرمي الحرب وأن تحارب المستوطنات لا من يقاطعها وأن تعترف بالحق الفلسطيني لا أن تقر بالانتهاك الإسرائيلي أن تكون سنداً للشعب المضطهد قولاً وفعلاً لا عوناً في اضطهاده دور العالم ليس أن يكون شاهداً على الجريمة أو أن يكتفي بإدانتها دور العالم أن يحول دون تكرارها سيد الرئيس من هنا من بيت الأمم والتي نص عهدها ومثاقها على حق الشعوب في تقرير مصيرهم وأمام ممثلي الدول التي انتزعت استقلالها من مخالب الاستعمار والأبرتايد نقول إن شعبنا لن يتخلى أو يتنازل عن حقه وعن مكانته الطبيعية بين الأمم ويحيي شعبنا تضامنكم معه والمستمد من تجاربكم النضالية ومآسيكم وتاريخكم ومباذئكم وقد رأينا شعوب العالم تخرج بمئات الآلاف إن لم يكن بالملايين إلى الشوارع دفاعاً عن الحرية والإنسانية ولتقول كفى للعدوان الإسرائيلي يتهم البعض الأمم المتحدة بالانحياز لفلسطين في حين أنها تنحاز لمثاقها وللحق ولنضال الشعوب لتحقيق حريتهم واستقلالهم أما الانحياز الذي يجب مواجهته هو الانحياز الذي يحصن الاحتلال الإسرائيلي من العقاب إن هذه الحروب ما كانت لتكون لو تحمل الاحتلال عواقب جرائمه المتعددة ومنها قمع المظاهرات خاصة مظاهرات العودة في قطاع غزة والعدوان المتكرر خلال الأعوام ألفين وتسعة ألفين واثناث وألفين واربعطاش أو على مدار عقود من القمع والتهجير والتمييز العنصري سيد الرئيس نحن طلاب سلام نجنح له ونعمل من أجله ولكن ليس على حساب حقوق شعبنا التي كفلتها الشرعية الدولية إنهاء العدوان ضد شعبنا ومقدساتنا يجب أن يليه عملية سياسية وفقا للمرجعيات الأممية وبرعاية دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وحل لقضية اللاجئين وفقا لقرار 194 وهذا ما أبلغنا الإدارة الأمريكية والرباعية الدولية به بعد رحيل إدارة ترامب ومعها صفقة العار والتي دعت أن فلسطين لم تعد قضية مركزية وأنها هامشية في وجدان الوطن العربي والعالم الإسلامي وعلى الصعيد العالمي وها هي الأحداث تؤكد مرة أخرى مركزية القدس والقضية الفلسطينية على صعيد المنطقة والعالم أجمع ولكن بأي ثمن حقيقة بأي ثمن يتربص الاحتلال بشعبنا جيلا بعد جيل وقد خلف هذا العدوان الإسرائيلي المجرم آلاما جديدة لا تنتهي بالهدنة ووقف إطلاق النار فقد نامت الطفلة سوزان في بيتها في قطاع غزة مع أمها وأبيها وإخوتها الأربعة واستيقظت تحت الأنقاض يتيمة الأم ووحيدة أبيها وسميرة وأشجارها التي زرعها والدها في حديقة البيت الذي أواهم في الشيخ جراح بعد النكبة لا زالوا مهددين بالإقتلاع والترحيل القصري ومحمد الذي يعشق الركض في الخلاء وركوب دراجته موجود الآن في زنزانة تنكر طفولته وتكتالها من يريد السلام عليه أن ينتصر لهم لهؤلاء شكراً سيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر